السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي لن تقوم بعد الآن بحذف أي تطبيق من على جهازك الأندرويد هذا هو عنوان هذا الفيديو وكذلك عنوان التطبيق الذي سوف نستخدمه فتابعوا معي هذا الفيديو إذن مرحبا بكم مجددا كما ذكرت فلن تحذف أي تطبيق من على جهازك الأندرويد بعد الآن لماذا؟ لأن التطبيق الذي سوف نستعمله والذي تجدون رابع تحميله أسفل هذا الفيديو يقوم بضغط بعض التطبيقات يعني التطبيقات التي تحددها أنت من أجل ضغطها يعني التطبيقات التي لا تستخدمها دائما أو التطبيقات التي تستخدمها فقط من حين إلى آخر وبالتالي فسوف توفر في المساحة ويمكنك بعدها إضافة تطبيقات أخرى بدون حدف تلك التطبيقات يعني فقط بعمل كومبريس لها أي بضغطها هذا التطبيق سوف تجدون كما ذكرت رابع تحميله أسفل فيديو ففي جوجل بلاي عنوانه لن تحذف أي تطبيق بعد الآن واسمه هو Space App إذن بعد تحميل التطبيق سوف ندخل إليه ثم بعد الدخول إلى التطبيق فيجب أن تعطيه الصلاحيات إذن ننتظر قليلا نضغط هنا على Next ثم Next ثم Get Started هو لن يتطلب صلاحية الروت ولا أي شيء من هذا القبيل سوف تعطيه الصلاحيات فقط في Accessibility وهذا هو الجميل في الأمر يعني سوف توفر في مساحة هاتفك الأندرويد بدون روت فقط من خلال ضغط التطبيقات إذن كما تشاهدون معي فبالنسبة للمساحة التخزينية على هاتف الآن فهي مستعملة 89% يجب أن تفعل هذا التطبيق في Accessibility فسوف يطلب منك ذلك يعني سوف تتوجه إلى الإعدادات ثم بعد ذلك إلى Accessibility بعد ذلك فيجب عليك أن تفعل التطبيق من هنا في Services يعني هو سوف يواجهك مباشرة إلى Accessibility وسوف يطلب منك أن تقوم بتفعيل التطبيق من هنا إذن بعد تفعيل التطبيق سوف تعود إليه بعد العودة إليه كما تشاهدون الآن 90% يعني تم إضافة بعض الضاطة في التطبيقات وما إلى ذلك فوصلت إلى 90% من المساحة المستخدمة الآن ما عليك فعله هو الضغط على زر سكان الموجود في الأسفل حتى يقوم بفحص هاتفك والتطبيقات المتواجدة بهاتفك لكن أريد أن أنوه إلى شيء معين يعني التطبيقات التي قد تقوم بدغطها قد تفقد الضاطة الخاصة بها مثلا بعض الألعاب قد تفقد مستوياتك فيها لذا فيجب عليك إما حفظ هذه المستويات وهناك كذلك تطبيق لذلك قد شرحناه في فيديو قديم جدا على القناة سوف تجدون كذلك رابط تحميل هذا التطبيق أسفل الفيديو ورابط شرح كذلك يعني ذلك الشرح قديم جدا لا أريدكم صراحة الدخول إليه سوف تجدون المهم الرابطين ذلك من أجل حفظ الضاطة الخاص بأي تطبيق أو أي لعبة وإن أردت يعني أن لا تقوم بتحميل هذا التطبيق فلا تقوم بضغط الألعاب أو التطبيقات التي بها بعض الضاطة والتي أن تتلعبها كثيرا أو التي تدخل إليها كثيرا أو تستعملها كثيرا أصلا تطبيقات التي تستعملها كثيرا فلن تكون هناك الفائدة من عمل لها كومبريس أي من ضغطها لأنه سوف تقوم يعني بفك هذا الضغط عندما سوف تريد استعمالها لذا فلا أنصحك بذلك المهم سوف نضغط الآن على سكان إذن الآن هو يقوم بفحص الهاتف وفحص التطبيقات الموجودة كما تشاهدون معي فهنا يقول لنا يعني لا تقوم باختيار أي تطبيقات مهمة حتى لا تفقد داتا الخاصة بها وهذا ما قلت لكم الآن إذن نضغط على got it هنا لدينا advanced compression أنصحكم يعني بتركها مفاعلة هنا لدينا التطبيقات التي لا أستخدمها أو التي لا تستخدمها كثيرا يمكنك تحديدها من هنا يعني هو سوف يعطيها لك مباشرة يمكنك تحديد تطبيقات الأخرى لأنه هو لا يعطيك بالتطبيقات التي تستخدمها دائما أو لا تستخدمها دائما لأن هناك بعض التطبيقات التي تشتغل في الخلفية بالتالي سوف يعتبرها وكأنك تستعملها هنا سوف يعطيك تطبيقات هنا لدينا boost memory حتى تقوم بعمل boost للرام إذن أتركها مفاعلة بعد ذلك أخترت تطبيقات التي تريد أن تقوم بضغطها مثلا تطبيق زموني التقنية على سبيل المثال يمكنك اختيار أكثر من تطبيق مثلا تطبيق هذا التطبيق interceptor ng مثلا سوف تضغط على continue يعني مثلا هذا التطبيق زموني التقنية حجمه 29 ميجا بايتس سوف توفر تلك 29 ميجا بايتس يعني أو أقل بقليل سوف تضغط الآن على continue بعد ذلك سوف يقوم بعمل compress للتطبيقات عندما ستريد العودة إلى تلك التطبيقات يجب أن تفك الضغط عليها بالتالي فسوف تعود تلك المساحة التي وفرتها لكن الآن عندما ستقوم بضغط هذه التطبيقات ستوفر المساحة من أجل تحميل تطبيقات أخرى عندما تريد مرة أخرى الدخول إلى التطبيقات التي قمت بضغطها فقم بضغط تلك التطبيقات الأخرى التي حملتها يعني أتمنى أن الفكرة قد وصلت لذلك فهذا التطبيق مفيد وأردت صراحة أن أقدمه لكم إذن الآن قمنا باختيار هذه التطبيقات تطبيقين نضغط على continue إذن كما تشاهدون يقول لنا loss of app data may occur during compression يعني ممكن أن تفقد الداتا سوف نضغط نحن على compress selected apps قم باختيار تطبيقات التي لا تستخدمها دائما أو التي ليس بها داتا أو كذلك قم بحفظ أداتا الخاصة بالتطبيقات عبر الطريقة التي شرحناها سابقا والتي تجدون رابطها أسفل هذا الفيديو كما ذكرت إذن الآن سوف ننتظر إلى حين انتهاء هذه العملية إذن الآن كما تشاهدون معي فالعملية قد انتهت إذن شاهدوا كما تشاهدون معي two apps compressed سوف نجد تطبيقات إذن هنا سوف يعني يتم إنشاء كما تشاهدون معي سوف يتم إنشاء هنا مجلد compressed apps يعني في الhome أو في الشاشة الرئيسية وبها التطبيقات التي قمت بدغطها الآن دعنا نعود إلى التطبيق ثم سوف نشاهد المساحة التي هي موجودة الآن إذن لو تذكرتم فقد كانت المساحة المستعملة 90% لكن الآن هي فقط 75% يعني وفرنا في المساحة الآن يمكننا تحميل بعض التطبيقات الأخرى وإضافتها يعني مثلا في عيوض أن تحمل على سبيل المثال سبع تطبيقات تكون لك سبع تطبيقات سوف تحمل عشرة عندما تريد استخدام بعض التطبيقات فيجب عليك أن تقوم بعمل كومبريس للتطبيقات الأخرى يعني سوف تقوم بعمل كومبريس مثلا لثلاث تطبيقات وتطرق سبعة يمكنك استعمالها وعندما تريد استعمال التطبيقات التي قمت بدغطها يمكنك فك الضغط عليها ثم ضغط التطبيقات الأخرى إذن الآن لكي تفك الضغط على أي تطبيق قمت بدغطه يكفي أن تضغط على الثلاث نقط هنا ثم manage apps تضغط على التطبيق مثلا تطبيق زموني التقنية ثم سوف تنتظر كذلك هنا نهاية العملية العملية يعني لا تدوم طويلا هنا إذن كما تشاهدون معي فقد تم فك الضغط على التطبيق ويمكنني الآن أن أدخل إليه بدون أي مشاكل ولكن بالنسبة للداتا فربما قد فقدت على هذا التطبيق أصلا هذا التطبيق لا يتوفر على داتا فقط لإعدادات أو ما إلى ذلك يعني إن كنت قد وضعت تطبيق على إعدادات معينة فسوف يرجع إلى الإعدادات الديفولت يعني الإعدادات الرئيسية التي كان عليها في الأول الآن للدخول إلى التطبيق تضغط على open إذن كما تشاهدون معي فيمكنني الدخول إلى التطبيق بدون أي مشاكل شاهدوا معي إذن الآن التطبيق يحمل لأنه يحتاج إلى الأنترنت شاهدوا معي يعني كل شيء عاد كما كان رغم أنني قمت بضغطه ثم فقد ضغط عليه يعني شيء رائع جدا هكذا يمكنك توفير المساحة على هاتفك وعادم حذف التطبيقات من هاتفك بعد الآن فإن أعجبك هذا الفيديو وأفادك فلا تنسى دعمي بالضغط على الزر لايك اضغط على الزر لايك الآن إن لم تكن قد ضغطت عليها كذلك إن لم تكن مشترك بقناتي على اليوتيوب فتفضل بالاشتراك وذلك بالضغط على الزر اشتراك أو سابوني أو سبسكرايب زر الأحمر الموجود أسفل هذا الفيديو ولا تنسى بعد الاشتراك أن تفعل جرس التنبيهات حتى تتواصل بكل فيديوات التي أقوم بنشرها على القناة لا تنسى كذلك أن تنشر هذا الفيديو مع أصدقائك حتى تعمل فائدة قم بنشره على أوسع نطاق حتى يصل إلى أكبر عدد من الناس كما لا تنسى كذلك أن تزورني على صفحتي بالفيسبوك وكذلك على موقعي كنت معكم أنا إيهاب من قناة ومدونة زيمون التقنية دمتم في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة